تمهيدا للمشاركة في عمال المنتدى الوطني لصناية اللغوية المزمع عن عقاده في هذا العام جاءت هذه الندوة العلمية التي أقامتها المنسقية الوطنية لدعم تطبيق الصناية اللغوية في شاد تحت عنوان الصناية اللغوية في الإدارة الكادية في بداية الندوة قدمت دكتور أحمد الرفاعي محمود محاضرة حول التطبيق الفعلي لصناية اللغوية مشيدا بجهود حكومة البلاد في هذا الشأن وأن الاهتمام بتطبيق الصناية في الإدارة الكادية يعد من أولويات مشيركات رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو أما المحور الثاني فتحدث فيه الدكتور حامد أبض الله أحمد عن المرسيم والقرارات والبيانات التي قد تصدر أحيانا بالفرنسية والعربية وأحيانا بالفرنسية وحدها مؤكدا بأن المادة التاسعة من الدستور تنص على أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والفرنسية فيما تدخل الدكتور جمر محمد جمر السليك في المحور الثالث حول العقبات والتحديات التي تعيق سير تقدم تطبيق الصناية اللغوية في الإدارة الكادية مناشدا المثقفين بعدم الاتفاء بلغة واحدة وفي نهاية الندوة تدخل عدد من الصحفيين والحضور بأسئلة وتعقيبات تتعلق بواقع الصناية اللغوية في البلاد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة